قبل الهوى مباشرة كان فيه ماتش ليفاربول ونادي لسك النمساوي ونجمنا محمد صلاح جاب جون جميل جدا في اخر الماتش وجون صعب وعشان كده يمكن نادي ليفاربول نزله شكرا على صفحته الرسمية انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا لما بكون عندنا نجم عالمي زي محمد صلاح بنفرح جدا لأي انجاز ليه وبنزعل كمان جدا لما بيحصل اي اخفاق او اي اصابة كلنا فاكرين في شهر مايو 2018 الاصابة الشهيرة لمحمد صلاح من سيرجيو راموس ريال مدريد اللي كانت قابل نهايات كأس العالم اللي كان فيها مصر في 2020 وكلنا كأن كل واحد فينا متعلق بصلاح هو اللي اصيب في المباراة دي ده علشان خاطر احنا محمد صلاح ادانا كده دافع ان احنا نشجع اي موهبة لسه نشأة موهبة شابة بندعمها وبنتابع اخبار النهاردة معنا خبر عن موهبة شابة مصرية يمكن اطلق عليه ان هو ميسي الكرة المصرية الخبر يعني حزين شوية لانه بيتكلم عن اصابة اللاعب الشاب الناشئ عمر سيد معوض نجل الكابتن سيد معوض ظهير ايصر النادي الاهلي موليد 2005 في بعض المواقع بتكتب ان هو موليد 2006 اصيب بقطع في الرباط الصليب عمر زي ما قلنا هو نجل الكابتن سيد معوض نجل ممتخب مصر والنادي الاهلي والاسماعيلي السابق والحقيقة كان في الفترة الاخيرة اضى فترة اسمها فترة معيشة في نادي ريال بيتس الاسباني وتم الاتفاق على انضمامه رسميا للنادي لما يتم 18 سنة يعني المفروض اواخر السنة دي حصل بعد ما النادي قدم العرض الرسمي ليه النادي الاهلي حصلت الاصابة اعتقد فيه مباراة الاهلي واسموحة الموهبة مميزة جدا ووعيدة جدا ربنا ايوم بالسلامة يا رب ويطمن اهله عليه ويطمن كل الجمهور للمصر عليه عايزين نعرف اخبار عمر ايه ويا ترى خطة العلاج هتمشي ازاي وهل النادي الاهلي هيصفر اللاعب للعلاج في الخارج ولا لا معنا الكابتن رمضان السيد جد ابننا الكابتن واللاعب عمر سيد معوض كابتن رمضان اهلا بيك معنا يا فندم اهلا بيك وتحياتي ليك يا يوسف الله يخليك يا فندم اولا الف الف سلامة على عمر ايه اللي حصل بقى الله يسلمك هو كان في مباراة سموحة ومفروض 2006 هو لكن هو بيلعب مع 2005 وباراة مع سموحة في النادي الاهلي في مدينة نصر وينبين في الاول اربع دايق خمس دايق كان فيه لعبة كده عنيفة شوية فعملت التواء طبعا والتواء كان في الرجبة جامد عمل قطع طبعا في البط الصليب واحنا رحنا يومها على طول الحقيقة لدكتور احمد الدالعزيز وده يعني خبيل من البراء اللي بتعامله مع الرجبة في مصر وافريكا فهو الحقيقة تشخيصه يعني هو أنا لما بتجيب له إشاعة هو ما بيشوفش الإشاعة دكتور احمد يقولك لا أنا لما مكشف فهو كشف وقال السيد هو تمانين في المية رباط الصليب وطبعا مش عاوز يقول له مية في المية وقال له بس اعمل إشاعة عشان نشوفه ففعلا تاني يوم عملنا الإشاعة تأكد طبعا ان هو رؤياءات قطع في الرباص الصليب الحقيقة وابتدى بقى نتعامل طبعا احنا في اتصال ما بيننا ما بين النادي طبعا إدارة النادي وبنشوف خلال الفترة اللي جاية دي ان شاء الله بإذن الله يعني هو لو النادي هيصفر هيوافق لنا على الصفر حالان طبعا أولوية الصفر طبعا طبعا الذي هو في النمسا الذي هو عمل عملية الحقيقة الاخر عمليتين لأقرأ التوفيق وكريم الحقيقة كريم فهد فهنشوف فوالله لو النادي الأهلي وافق لنا وافق لنا وافق لنا وافق لنا هو لا مفهود أنه هو بيصنف قلعي دولي على أجلس أنه هو لعب منتخبات النشئين اللي فاتت دي كلها فبالتالي ممكن اتحاد الكرة يعني عندهم استعداد لكن حتى لو هنا او هنا فيه تعطلنا ولا حاجة احنا هنصفر عمر على عسابنا وما فيش مشكلة خالص طيب النقطة المهمة اللي اكيد شغل الناس كلها بالنسبة للعرض المقدم من النادي النمساوي الاسباني اسف ايه الاخبار العرض طبعا العرض الاسف الشديد هو اتصاب يوم الثلاثة في المباراة الاربعة الساعة عشر الصبح طبعا كان فيه اتصالات في الفترة اللي فاتت بقالهم حوالي اربع سبيل خمس سبيل واتفقوا على اخر حاجة ان هم نادي ريال بتيس الحقيقة هيبعت عرض للنادي الاهلي في خلال تلاثة سبيل طبعا العرض اتبعت يوم الاربعة يعني انبارح الساعة عشر الصبح كان العرض وصل النادي وطبعا الاصابة اللي كانت قابليها بيوم دي فهم دلوقتي بيتكلموا دلوقتي فيه اتصالات ما بين ريال بتيس الادارة وبين النادي الاهلي في ايه اللي هيتعامل الفترة اللي جاية دي ان شاء الله بسم الله ان شاء الله يعني نتطمن على العرض ونتطمن اول على صحة عمر ده اهم شيء يعني حضرتك كنت بتقول ان هو هيتخطاك في فكرة القد والله هو هو يعني يقولك حاجة عمر عقلية احترافية حاجة ما شاء الله عليه يعني 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 فعلا زي كده العقلية الاحترافية بتاعة محمد صلاح اللي هي موصلة الحمد لله ان هو بذلوقتي من افضل لعيبة العالم يعني ما شاء الله هو ان شاء الله باذن الله عارف ان هو لما يعمل عملية هيتلاقيه مواظب واتليه منتظم واتليه ملتزم على اساس ان هو يرجع في الفترة اللي هيحددها له طبعا الدكتور اللي هيعمل له الجراحة وكمان احنا كمان يمكن كمان هنعمل له حتى التأهيل كمان ان شاء الله بإذن الله في مركز في قطر اللي هو سباير اللي هو الشهير يعني اللي الناس كلها بتروح تتاهل عنه يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني لعله خير زي ما بنقول كابتن رمضان السيد لعب الاهلي والمنتخب السابق واجد اللعب عمر سيد معوض انا بشكر حضراتك جدا اللي وجودك معنا وربنا طميننا كلنا على عمر ان شاء الله